بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ورضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة نوح عليه السلام وكنا قد تكلمنا في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نحن قلنا أنه سيدنا نوح عليه السلام منى قومه بالإيمان بكثرة الخيرات وما يفتح الله عليهم وكنا قد توقفنا في الحلقات الماضية عن قضية أنه يعني يمددكم بأموال في قول الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين وقلنا أنه الإمداد بالأموال والبنين جاء متصلا أي لم يقل يمددكم بأموال ويمددكم ببنين إنما جاء يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أما بالجنات والأنهار فعاد لفظ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقد تكلمنا عن بعض الإشارات وأيضا نزيد لأنه ماك يعني سمح لنا الوقت حقيقة في الحلق الماضية نكمل اليوم فنقول وقال بعض أهل التفسير في قضية أنه عدم إعادة الفعل ويمددكم بين لفظ الأموال والبنين قال لأنه كما ذكر الإمام الرازي قال لأنه تنغيص النعمة النعمة تنقص وتنغص إذا فقدت الأموال أو البنين فجعل الأموال للبنين في لفظ واحد في لفظ الإمداد قال حتى لا ينغص عليه من نعمة وهذا أيضا من باب يعني ما قدمه نوح عليه السلام لقومه حيث مناهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار ولكن العلماء قالوا أن هذه الآيات هذه الآيات اجتملت على عطايا خمس خمس عطايا وعدهم نوح عليه السلام أنهم لو آمنوا لا عطاهم الله أولا قال يرسل السماء عليكم مدرارة المطر والغيث ونحقول لفظ المطر على التباري يا أم الباب الغيث الذي سيأتيهم ويرسله الله إليهم قاصدا قاصدا فيه النفع لهم والنعم عليهم وهذه النعمة الأولى سال السماء النعمة الثانية نعمة الأموال النعمة الثالثة البنين النعمة الرابعة الجنات النعمة الخامسة الأنهار هذه النعم كلها كانت يعني مشجعات قدمها نوح عليه السلام لإيمان قومه وجرهم إلى الإيمان وهذا كله كما قلنا من رحمة الأنبياء بأممهم حيث أنه يعني أعطى الله سبحانه وتعالى لهم كل هذه النعم في حال أنهم آمنوا هذه الآيات في قول الله فقلت استغفروا ربكم إلى هذه الآية يعني الآية العاشرة والحادي عشر والثانية عشر هذه الثلاث آيات حقيقة العلماء تكلموا فيها كلاما عظيما أولا هذه الآيات كما قال ذكر ذلك الإمام بن كثير قال ويستحب أن تقرأ هذه الآيات وخاصة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم قال هذه الآيات يستحب أن تقرأ في صلاة الاستسقاء وكما ذكر الإمام القرطبي أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج الاستسقاء وارتقى المنبر قالوا فلم يزد إلا على الاستغفار يعني ما زاد إلا على قضية الاستغفار وكذلك الآيات الأخرى وذكر هذه الآية فلما نزل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قالوا له ما سمعناك استسقيت قال لقد سألت الله بمجاديح السماء يعني سألت الله بما ينزل به أو ينزل به الغيث هذه الرواية الجميلة عن سيدنا عمر لاحظوا يعني ما هو المجاديح المجاديح مفردها المجدح والمجدح قيل هي ثلاثة كواكب من أنواع العرب التي تعرفها العرب في الجاهلية أن هذه الكواكب إذا اجتمعت كانت من أنواع عند أهل الجاهلية أنه ينزل عندها المطر وكأن سيدنا عمر يقول خاطبهم بما يعرفونه من الأنواع واجتماع الكواكب ولكن لاحظوا هذا ليس إقرارا من عمر رضي الله تعالى عنه بالقول بالأنواع حاشا سيدنا عمر من ذلك والدليل على هذا لاحظوا ماذا قال ما قال بمجدح السماء قال بمجاديح أي أنه هذا الاستغفار هو أولى لكم وأفضل لكم من جميع الأنواء التي تعرفونها يعني المجاديح هنا جاءت مجموعة لأن سيدنا عمر ما أراد القول بالأنواء إنما أراد أن يقول لهم أنتم تعتمدون على الأنواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل المطر يقول الله هناك من عبدي هناك مؤمن بي وكافر فأما الكافر فماذا يقول يقول مطرنا بنوء كذا وكذا أي ينسب المطر أو ينسب الغيث إلى ماذا إلى ما يراه من تجمع الكواكب وإشارة معينة تعرفها العرب من خلال يعني ما تناقلته عن ورثته من أجدادها فسيدنا عمر قال أنا سألت الله بمجاديح السماء أي بكل الأنواء فهذا الاستغفار هو أقوى من جميع الأنواء التي تعرفونها وكذلك روى القرطبي عن بلال بن سعد قال خرج يوما لاستسقاء يقول فاجتمع معه الناس خلق كثير فقال ربنا إننا سمعناك تقول وما على المحسنين من سبيل ويا رب إنا تبنى إليك وهل يكون رحمتك إلا لأمثالنا يقول فرفعوا أيديهم فما زالوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون حتى سقوا حتى أنزل الله عليهم الغيث حقيقة الاستسقاء يعني مسألة عظيمة جدا ربما كثير من الناس الذين انهمكوا في الدنيا واهتموا في مسائل العلم بعيدا عن قضايا الإيمان يقولون ما العلاقة بين أنه ترفع يديك إلى السماء وتقول أستغفر الله وبين نزول الماء من السماء ما العلاقة بينهما هذه تبقى لبيان إيمان العبد على أن المتحكم بالسماء والأرض أن المتولي لشأن هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى فأنت إذا سألت الله بصدق سينزل الماء وينزل الغيث من السماء ولكن كما قلنا انغماس الناس في الماديات جعلهم يبتعدون عن حقائق الإيمان ويبتعدون عن العمق الإيماني في بعض المسائل ولذلك يعني روى الشعبي أنه جاء جماعة إلى الحسن البصري رحمه الله فسأله رجل أنه نزول المطر فقال عليك بالاستغفار وسأله رجل عن انبات الثمر في شجره فقال عليك بالاستغفار ورجل جاء سأله أن يدعو الله له أن يرزقه الولد فقال عليك بالاستغفار والآخر ماءه شحيح في البستان فقال عليك بالاستغفار فقال له الأمراض كانت متنوعة ووصفت لهم دواء واحد قال هذا ليس من عندي ألم تسمعه قبل الله ثم ساق الآية الإمام الرازي حقيقة وتبعه أبن كثير من بعده قال على أنه الإمام الرازي يقول كلام جميل جدا يقول هذه الآيات العظيمات تدل تدل العالم على المقابل الكفر والعصيان والطغيان يخرب العالم واستشهد بآيات كثيرة منها في قول الله تعالى لما قالت النصارى أن لله ولد قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده قال الإمام الرازي قال هذه الآية تدل على أن الكفر سبب لخراب العالم وهذه الآية تدل على أن الطاعة والاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى تعمر العالم ولذلك لو قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء وقال يعني عن أهل التوراة والإنجيل أنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أنغدق وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا وآيات كثيرة جاءت في بيان على أنه يعني العبد عليه الاهتمام بأمر الله وبشرع الله وبطاعة الله والله سبحانه وتعالى يتكفى له بالباقي ولذلك يعني أيضا يذكر الرازي يقول الله سبحانه وتعالى كان هناك مقصد من خلق العباد وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون وإذا قاموا العباد بمقصدهم فيما أراد الله أعطاهم الله ما يريدون قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولو ذلك النسابوري أيضا في تفسيره أن كسرى إن شروان ملك الفرس كان مشهور بالعدل كما ينقل ذلك أهل الكتب وربما ينقلون ذلك عن أنه عادل في نظرهم هم يقولون أنه خرج يوما في صيد مع مجموعة من أتباعه قال فرأى غزالة فاتبعها ففارق جماعته حتى أوغل في الجبال ثم بعد ذلك يعني أفلتت منه قال فأصابه العطش فرأى فإذا أبوستان رمان هناك قال فدخل فيه فإذا بصبي يعمل فاستأذن الصبي أن يأخذ من رمان فأعطاه رمانة فشقها ثم شرب ماءها فإذا به يعني ماء طيب وعذب ورمان كان جميل جدا فوقع في قلبه أنه يأخذ هذا البستان إذا رجع إلى قصره أن يأمر بأخذ هذا البستان وقيل أن هذه القصة هي سيقة في سبب يعني ما السبب الذي جعل كسرى إن شروان عادلا ووتاب على ما يقولون هكذا حتى ذكر الرازع أيضا هذه الإشارة يقول فأوقع في قلبي أنه يأخذ هذا البستان إذا رجع إلى قصره قال ثم طلب من الصبي أن يعطيه رمانة أخرى فشربها فإذا ماءها مر شديد المرارة فقال للصبي ما لهذا الرمان يعني طعمه مر هكذا قال لعل ملك البلاد عزم على الظلم فغير الله عليه طعم الفاكهة أو غير الإله عليه طعم الفاكهة قال فوقع في قلبه كلام الصبي قال فتراجع عن ذلك قال ثم أخذ رمانة أخرى فشريبها فإذا ماءها طيب جدا فقال هذه الرمانة ماءها طيب جدا قال لعل ملك البلاد أصلح ما بينه وبين ربه فأصلح الله عليه طعم الفاكهة لذلك قالوا فتابة واستقام ملكه لذلك يقول أهل التفسير يقولون أنه أيضا الظلم الظلم أيضا فيه نوع من تغيير الحياة وفيه نوع من تغيير حتى لطعم الفاكهة وطعم المأكولات وطعم الحياة وكلنا الآن يشهد بهذا أنه ما كنا ما كنا نعيشه أو كان يعني كل ما رجعني إلى الزمن الماضي مع ما فيه يعني لا نقول أن هناك زمن مركع عصر الصحابة رضو الله تعالى عليهم أكيد كل زمن كان فيه خلل لكن كل ما كان الظلم أقل كانت الحياة أجمل وكانت طعم الأشياء حتى الفواكه والخضار كان طعمها غير شكل وكانت الأمور كلها على معنى آخر غير المعنى الذي نجده الآن يعني كأننا فقدنا طعم الحياة في كثير من الأمور وما ذاك إلا الانتشار للفساد وانتشار الظلم والقتل والمعاني السيئة التي انتشرت بين الناس وفي المجتمعات خاصة العربية والإسلامية مما جعل أن الحياة تتغير لذلك قالوا أيضا موضوع الاستغفار هذه الآية قالوا أيضا قال العلماء عنها قالوا أيضا هذه الآية من مفاتيح الرزق يعني من وجد ضيقا في رزقه فعليه بالاستغفار فالاستغفار مفتاح من أبواب الرزق و هذا أيضا يعني ذكره العلماء والكلام في موضوع الاستغفار كثير و كذلك بعض العلماء قالوا الاستغفار هو علاج ربما تكون يعني جميلة جدا يعني يحتاجها الناس حقيقة قالوا من وجد ضعفا في جسده جسده ضعيف ضعف قوته فعليه بكثرة الاستغفار لأن الله سبحانه ماذا قال في سورة يهود قال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا و الشاهدوا وين قال و يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم إذا استغفرتموه فالاستغفار حتى يقوي الجسد حتى يقوي الجسد و هذا يعني أفضل بكثير من أن تبحث عن فيتامينات لتقوية الجسد فهذا يعني العلاج قرآني قال يزدكم قوة إلى قوتكم الله سبحانه وتعالى يعطي القوة للإنسان إذا أكثر من الاستغفار قال و يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهار و كلمة يجعل تشعرنا على أنه إيجاد شيء على غير أصله أي أنه ربما يكون ما موجود و لكن الله سبحانه وتعالى يجعل لكم هذا الأمر فالجعل الجعل هو من معاني التحويل أنه سيجعل كذا أو يغير يعني يغير شيء من حال إلى حال يجعل لكم جنات و يجعل لكم أنهار نعم قال ثم استمر نوح على هذه الدعوة و لكن القوم مزدادوا إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى و مزدادوا إلا طغيانا و مزدادوا إلا كبرا قال فانتقل نوح عليه السلام من المناصحة من النصح إلى المصارح لهم و التأنيب و التخويف فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارة ما لكم لا ترجون لله وقارة يعني لماذا لا تخافون لله عقابا و ترجون منه الثواب هذه الآية حقيقة فيها يعني تعنيف من نوح عليه السلام لقومه يعني أي قوم أنتم ماذا تريدون يعني إن كان الله سبحانه وتعالى سيعطيكم كل هذه الأشياء التي يحتاجها يحتاجها الإنسان في حياته من الأموال و البنين و نزول الأمطار و وجود الجنات و الأنهار فأي شيء يحتاج الإنسان بعد كل هذا و هذا كان إن كان يعني قصدكم الدنيا فالله سبحانه وتعالى سيعطيكم ما تريدون في الدنيا مع ما يدخله لكم في الآخرة من الخير و الثواب العظيم فقال ما لكم لا ترجون لله وقارة أي أنكم لا تنظرون و تعظمون الله سبحانه وتعالى على ما تأخر العذاب عليكم لاحظوا كلمة ترجون هذه ورد فيها عند أهل التفسير عشر أقوال و عشر أقوال هذه يعني قال لا ترجون لا تخافون لا ترجون تبالون تعلمون تعرفون لله يعني جاءت حقيقة أقوال كثيرة عشر أقوال بالضبط يعني تقريبا جاءت في كلمة ترجون فلكن حقيقة الذي عليه أكثر أهل التفسير والذي أيضا رجحه الطبري و يعني ذكره الرازي والقرطبي والشربيني و يعني جمع كبير منفسرين أنه لا ترجون أي لا تخافون يعني لا تخافون و أيضا الرجاء يجب معنى الطمع أيضا لا تطمعون و جاء كما قلنا لا تبالون و لا تعلمون و لا تعرفون نعم فهنا قال لا ترجون الله و قارى و استشهدوا بأنه الرجاء يأتي على معنى الخوف كما ذكر ذلك قطرب قال وهذه لغة حجازية يعني لغة حجازية قضية الرجاء على معنى الخوف و أيضا بعض هذيل و خزاعة يقولون أنه تبالون أنه قال لم أرجو أي لم أبالي على هذا المعنى أيضا من اللغات الموجودة لا ترجون أي لا تخافون لا تخافون من الله عقوبة و لذلك يستشهدون بقول الشاعر يقول إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها و خالفها إلى بيت نوب عواسلي فهنا لم يرجو لسعها أي لم يخف لسعها و قال الطبري الرجاء يأتي على معنى الخوف ضاف لها قيد جميل إمام الطبري إمام الرازي اعترض على هذا قال الرجاء شيء و الخوف شيء كيف يكون الرجاء بمعنى الخوف و لو كان الرجاء بمعنى الخوف لا اختلفت المعاني إمام الطبري كأنه يعني يرد على مثل هكذا إشكال طبري الإمام الطبري كان قبل الرازي لكن نقول يرد على مثل هكذا إشكال أنه يقول الرجاء إذا سبقه الجحد جاء على معنى الخوف إذا سبقه الجحد جاء على معنى الخوف يعني النفي جاء على معنى الخوف آه نعم قال لا ترجون لله وقارى و قيل أنه لا تعلمون لله عظمه أنه لا تعظمون الله و قيل لا تعرفون لله حقا فيما أولاه عليكم و أعطاكم من النعم الكثير وقيل لا ترجون بمعنى لا تبالون أي أنتم غير مهتمين بهذه النعم وأنتم تنسبون هذه النعم التي هي من الله سبحانه وتعالى إلى غير الله فأنتم لا تبالون بعظمة الله وقدرته وقيل أيضا لا ترجون على معنى لا تطمعون بجنة الله ولا تطمعون برحمة الله ولا برضوان الله ومغفرته و قيل أيضا لا ترجون على معنى يعني كما قلنا لا تعلمون حق الله و تعلمون قدر الله و ما قدر الله حق قدره نعم و معاني كثير في ترجون و كلها حقيقة كما يقول أهل التفسير هو من باب يعني اختلاف التنوع و ليس اختلاف التضاد يعني كلها و إن كانت بألفاظ تعلمون و تعرفون و تبالون و تعظمون و لكن كلها و تطمعون و لكن كلها تؤدي إلى معنى واحد فهذا كما يسميه أهل التفسير اختلاف تنوع لاختلاف تضاد اختلاف تضاد أن تأتي اللفظة و المعنى الآخر مضاد لها لكن هذه كلها تكون في معنى متقارب لكن كل من أهل الأثر يعني عبر عن هذا المعنى بلفظة جميلة أو بزاوية معينة من المعنى يعني كل واحد عطى زاوية من زوايا المعنى نعم كذلك منهم من قال لا ترجون لله وقار أن الرجاء لا يكون يعني لا أن ترجون الله وقار على معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي سيوقركم هو الذي سيعطيكم لماذا لا تطلبون من الله الوقار أي تطلبون من الله أن يوقركم أن يعظمكم وسنتقلنا إلى لفظة الوقار وجاءت كلمة الله كلمة الله هنا لبيان التعنيف والتخويف لأن لفظة الله فيها من القوة والشدة ما ليس موجودا في لفظة الرب قال وقار الوقر الوقر هو الثقل الثقل و كما قال و الثبات أيضا يأتي معنى لأنه لازم للثقل الثبات كما قال تعالى وقار في بيه تكن أي ثبتنا الوقار يأتي على معنى التوقير يعني مثل السلام يأتي على معنى التسليم نعم فهنا لا ترجون لله وقار أي توقيرا قالوا إما أن التوقير يكون من الله لكم بمعنى ماذا أي أنه الله سبحانه وتعالى أمهلكم و الله حليم بعباده ما استعجلكم بالعقوبة و صبر عليكم كل هذه السنوات وأنتم في العصيان هذا كله من عظمة الله سبحانه وتعالى عليكم حيث أنكم ما طلبتم تعظيم الله وتوقير الله سبحانه وتعالى الذي أمهلكم كل هذه المدة الإمام الآلوسي يقول والوقار يأتي على معنى التأودة والأنات و إن كان هذا ليس مقصودا في ذاته في الله إنما مقصود في فعل الله أنه لما تأخر عليهم في العذاب كأنه يعني رفق بهم و تأنى بعدم إنزال العقوبة عليهم و كذلك قالوا الوقار الوقار هو أنه إذا كان من العباد إلى الله أو من الله إلى العباد أي أنه إذا خذنا الوقار على الله سبحانه وتعالى فيأتي على معنى التعظيم أي ما لكم لا تعظمون الله و تعطون الله حقه لذلك الآية كلها هذه على يعني اختلاف ألفاظها كانت فيها من الشدة و التعنيف و يعني بيان لقوم نوح لأنهم ابتعدوا عن الحق و ابتعدوا عن الطريق فهم لم يعرفوا لله حقا و لم يطمعوا فيما عند الله سبحانه وتعالى من النعم فكأنهم قصروا في الحالين قصروا في حالة عدم تعظيم الله و قصروا في أنفسهم أيضا عندما لم يأخذوا ما أعطاهم الله و ما أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى قال و قد خلقكم أطوارا أي أنه والدليل على قدرة الله و على عظمة الله و على حلم الله بكم أنه خلقكم أطوارا طورا بعد طور قال اللي والطور هو التارة و المرة أطوارا أي خلقكم مرات و حالات نعم قال و قد خلقكم أطوارا الله سبحانه وتعالى يعني غالبا لحظة من عادة القرآن أنه إذا ذكر آيات النفس انتقل إلى آيات السماء و هنا قال و قد خلقكم أطوارا ثم انتقل إلى السماء فيكون الشاهد القريب ثم يذهب إلى الشاهد البعيد و هذا كما في قول الله تعالى يعني في سورة الذاريات عندما قال تعالى و في الأرض آيات للموقنين و في أنفسكم انتقل من آيات الأرض إلى آيات السماء و هنا انتقل من آيات الأرض إلى آيات الإنسان عفوا آيات الإنسان و هنا انتقل على العكس ذكر الإنسان أولا ثم انتقل إلى آيات السماء و التفصيل في قول الله تعالى و قد خلقكم أطوارا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة